السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ نتمنى دائما أنكم تكونوا بخير وفي صحة جيدة ونتمنى كذلك من الله تعالى أن يعينكم في تحضيركم لامتحانات الشهادة إذن أعزائي التلاميذ اليوم جبت لكم الجدول الجديد والحصري عن سير امتحانات شهادة التعليم المتوسط حسب التواريخ الحديثة التي وضعتها وزارة التربية كما تشوفوا هنا هنا ختم الديوان الوطني للامتحانات وهنا كذلك الختم كما ترون ختم وزارة التربية إذن جدول سير اختبارات امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2020 كما قلت لكم وحدثتكم مقبل توزيع المواد وترتيبها والتوقيت يبقى كما هو فقط هناك تغيير في التاريخ إذن نشوفوا يوم الاثنين 7 سبتمبر 2020 اليوم الثاني هو يوم الثلاثة 8 سبتمبر 2020 واليوم الثالث هو يوم الأربعاء التاسع من سبتمبر 2020 كما تشوفوا دائما يوم الاثنين عندنا المواد الأولى من الثامنة والنصف إلى العاشرة والنصف اللغة العربية ثم نصف ساعة استراحة من الحادي عشر إلى الثانية عشر والنصف علوم فيزيائية وتكنولوجيا في المساء عندكم من الثانية والنصف زوالا حتى الثالثة والنصف زوالا التربية إسلامية وبعدها نصف ساعة استراحة ثم من الرابعة إلى الخامسة زوالا التربية المدنية يوم الثلاثة يعني اليوم الثاني عندكم من الثامنة والنصف حتى العاشرة والنصف صباحاً الرياضيات من الحادي عشر حتى الثانية وعشر والنصف اللغة الإنجليزية ثم نصف ساعة استراحة ثم في المساء عندكم من الثانية والنصف زوالاً حتى الرابعة زوالاً التاريخ والجغرافيا في اليوم الثالث عفواً يوم الأربعة التاسع من سبتمب 2020 أول مادة هي اللغة الفرنسية من الثامنة والنصف حتى العاشرة والنصف ثم نش ساعة استراحة ثم من الحادي عشر حتى الثانية عشر ونصف علوم الطبيعة والحياة وهنا يعني تنتهي المواد بالنسبة للتلاميذ لما يدرسوش اللغة الأمازيغية أما بالنسبة للتلاميذ اللي يدرسوا اللغة الأمازيغية في يوم الأربعة مساء من الثانية ونصف حتى الرابعة زوالا عندكم مادة اللغة الأمازيغية نتمنى أن يفتكم بهذا الجدول ونتمنى أن يساعدكم في التحضير لانتحان الشهادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا